موسيقى السيد الرئيس يؤسفنا بشدة أن الإمارات أفضل التوصية التي تدرس سلطات للإفراج عن المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم لعشر سنوات انتظرنا مع والدتي وإخوتي يوم 22 يوليو 2022 وهو موعد انتهاء حكومية والدي عبد السلام درويش المرزوقي وبعد هذا الانتظار الطويل وجئنا أنه لم يتم الإفراج عنه وأنه محتجز لأجل غير مسمى بطريعة المناصحة والدي هو واحد من بين 60 سجينا ما زالوا في السجن ومن انتهاء حكومياتهم جميل هؤلاء السجناء لهم حياة وآئلات يعودوا إليها إن احتقالهم كان من الدرجة الأولى احتقالا تعسفيا باعتماد من الفريط المعني العام لإحتجاز التعسفي في سنة 2013 وخرط صارخ للقانون الدولي إن رفع الإمارات يعني بأن فترة الانتظار الطويلة التي يعيشها أهالي المرتقلين بالإمارات ستستمر إلى مال نهاية كما أننا نعرف عن قلقنا لرفض إمارات التوصيات من 147 إلى 159 التي تدعو إلى إيجاد بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير على الرأي وهذا أمر مدير للقاق بشكل خاص نظرني أنه من المقرر أن تصديق البلاد كوب 28 وأن المشاركة الآمنة للمجتمع المدني ضرورية لتحقيق العدالة المناخية ومستقبل البشرية للأسف يبدو أن قدر المدافعين إماراتين عن حقوق الإنسان هو أن يقوموا في السجون مثل ما يحدث الآن مع أحمد منصور والدكتور محمد الركن وغيرهم من المدافعين أو أن يعيشوا ويموتوا في المهجر كما حدث لزميلتي وصديقتي ألاء الصديق الرئيس السابق لمنظمة القص لحقوق الإنسان نطالب الإمارات أن تستجيب هذه التوصيات وأن توقف حفص المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم وأن تفرج عن المعتقلين السياسيين وأن تحترم حقوق الإنسان وتوقف الممارسات القاملية وشكراً اشتركوا في القناة